تتواصل الجهود في مملكة البحرين لتوفير الفرص المناسبة لتوظيف المواطنين في مختلف القطاعات ضمن خطة التعافي الاقتصادي وخلال اجتماع مجلس الوزراء أظهرت مؤشرات توظيف وتدريب المواطنين توظيف نحو 25 ألف وظيفة ما يمثل 122% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي في ضوء توجهات جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تواصل مملكة البحرين توفير الاستغرار والرفاه الاجتماعي لضمان جعل المواطن محور التنمية وغايتها وفي هذا الإطار قامت مملكة البحرين ضمن خطة التعافي الاقتصادي في بناء رؤية متكاملة واضحة المعالم عبر بناء بيئة عمل قادرة على توليد فرص نوعية من خلال السياسات والخطط والمبادرات المختلفة والتي تحقق نتائج قابلة للاستدامة حزمة مترابطة أطلقتها مملكة البحرين مؤخرا وضعت المواطن على رأس أولوياتها وجنت ثمارها من خلال توظيف نحو 25 ألف مواطن والذي يمثل 122% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطط التعافي الاقتصادي بتوظيف 20 ألف بحريني سنويا حتى عام 2024 إلى ذلك لم تقفل مملكة البحرين وضمن خطط التعافي الاقتصادي عن تدريب نحو 9000 مواطن ما يمثل 89% من الهدف السنوي ويتسم سوق العمل في مملكة البحرين بوجود آلية مدروسة لفرض نسبة البحرين على منشآت القطاع الخاص حيث يتم احتسابها بشكل متفاوت بين مختلف القطاعات والأنشطة من دون استثناء هذا التقدم المحرز في تنفيذ أهداف خطط التعافي الاقتصادي يبرز مؤشراته اليوم ويؤكد على تحقيق النمو المتزايد في التوظيف والتدريب من خلال جعل الموارد البشرية الوطنية الخيار الأمثل للتوظيف والتدريب لدى أصحاب العمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر